بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله خلال اتصال هاتفي مع معالي شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بحث مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد ودوله الأعضاء وإمكانيات تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين وذلك في إطار العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان خلال الاتصال أكد على حرص دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف بما فيها الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقما في قطاع غزة وضمان إيصال مساعدات كافية ومستدامة إلى سكانه مشددا على أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وتكثيف الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتجنب توسع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد وأمنها واستقرارها وأعرض صاحب السمو رئيس الدولة عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم المساعد الدولية الإنسانية الهادفة إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر